مصر عملت جهود مكسفة بضغوط شديدة علشان يتعامل إفراج عن اتنين من السيدات كانوا محتجزات في قطاع غزة طيب مصر عملت كده ليه؟ لأن وضعهم الصحي لا يسمح وضعهم الصحي لا يسمح أزيدك من الشعر بيت؟ حتى كتائب القسام قالت قالت وإحنا مستعدين جدا لقبول الوساطة المصرية تلاقي إن الناحية التانية الجنب الصهيوني مش عاوز يستلم الستات مش عايز ده ما بقاش فارق معهم الأسرة أو الله العظيم مش فارق معهم الأسرة مش فارق معهم الأسرة بس مش فارق معهم الستات مش فارق معهم الستات دس مش فارق معهم إنهم وضعهم الصحي لا يسمح فمصر خرجتهم من عندها عايز تعرف قوة مصر مش بس بقى في الجهد المكثف وفي انه تقدر تستطيع جدا انها تخلق جهود شديدة عشان تنفذ شيء ما حتى لو كان ينظر ليه بانه ابسط مبادئ الانسانية حتى لو كانوا من العدو مصر حتى في تعاملها مع العدو في مبادئ في نبل وتبزل كل الجهد عشان هذا النبل عشان هذا المبدأ عشان هي دي القيم الانسانية اللي بجد عشان هي دي البلاد اللي بتدفع عن الانسانية وبتحمي الانسانية بجد دي الصورة اللي انت لازم تبص عليها واللي المفترض انها تنقل الى العالم فيراها دول العرب دي مصر بنقدر نعمل ده ده واحد اتنين احنا بنحافظ على المبادئ والقيم الانسانية احنا ما بنخلطش الاوراق احنا ما بنخلطش الحرب بالانسانية بالحياة ما بنعملش كده طيب لازالت فلسطين بطبيعة الحال في بؤرة الحدث خشيتي الوحيدة انه يطبع الحدث سبنا من التطبيع والهرولة للتطبيع لا الواقع ده يطبع يعني يصبح مشهد طبيعي في حياة الامة كلها الامة العربية وسائر الامم في شتى انحاء العالم انه يبقى الدبح والقتل اللي في غزة واللي بالمناسبة بقاله ستاشر سنة مشهد طبيعي عادي كل ما المدة دي طالت وكل ما استمر التوحش الصهيوني تجاه القطاع مستمر وتطول مدته وامده اللي بيحصل يحصل ميوعة في القضية تميع تسيب موسيقى 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 موسيقى